اخطر تقرير صدر حول التنظيم ده في العالم المبنى ده كان لحد فترة قريبة جداً واحد من اخطر المباني التابعة لتنظيم الاخوان المسلمين ينه هنا علشان نكشس الشبكة العجبوتية لتنظيم الاخوان الدولي هنا في النفتاح علب اياتي ممكن يبقى فيه طبعاً لانا عادتك شخصائي كتير وكلام نين بقصدر حين شخصائي وكلام جداً ويمكن ما بحبش كتير اتكلم على جهة لانا عملتهم لكن اللي انشوفه في التنظيم ان شاء الله ارزوك فارقي او في الحين استقصائي باسمه التنظيم اللي خضرتك مبودين لنهاردة على شالك وشكا مجرد ان هنا عديد مؤتمر الصحفي عن فرم فارقي او عن حين استقصائي مرز المسألة اللي احنا كان فيه عندنا هام او صح التعليقات الهام بتاعنا هو ان هل في حاجة اسمها التنظيم الدولي لاخوان المسلمين ولا مفيش لما هديجي نراجع اي شهادات لقيادات مهمة كانت جوا التنظيم او نازلت موجودة هايقولولنا لا مفيش حاجة اسمها التنظيم الدولي مفيش مقارر زي المقارر الموجود في مصر الرحلة المراحل زي مكتب الارشادي لكن دايما كان فيه اشارات بتقول ان فيه شبكة ما مرتبطة ببعضها وطرابط وثيق ومنظم جدا بكل اشكال بتاعنا وده اللي خلينا فكرنا كفريق عمل اللي احنا لازم نعرف هو موجود ولا مش موجود ده كده الهم الاول ولما موجود بيشتغل ازاي ولما نعرف بيشتغل ازاي عايزين نعرف هو بيشتغل ليه وهي اسباب وجوده بالاساس هتلاقوا في الجزء الاول من الفيلم الفيلم ده قويري الحقيقة موضيته حوالي مية وعشرين ديئة احنا حاولنا نعمل ملخص بالفيلم ده اللي هتشاهدنا عنا دلوقتي في موضع تقريبا حوالي ستة وعشرين ديئة بالمناسبة خلوني اشكر اي او ستوديوز انها حاسة فريق عمل وبالكامل شكرا حاسة اه كمورة 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 يعني اتمنى انها ما تكونش يعني مبادرة وحيدة ومنفردة وان يكون من شأن الوسائل العالمية كثيرة مش بس مرئية الانتماقية ومصموعة ومحروقة ان تنقوا هذا المنحة واعرف على مثل هذه الظواهر اللي احنا الحقيقة يعني موجهدها ستبقى منها وقتاً طريقاً هذه بلاحظة حولة وانا اقرب لها الاهم في مخص هذا الموضوع الموضوع في زاده عبدالفنزين الدولي يمكن احنا مش جماش الوزئين مصر انا متأكد انه هذا الموضوع الموضوعين سوف يغطي ما مش في غنيلهم ومش في غنيلنا المعرفة معرفة ماذا يقصد ده هناك اجزاء تاريخية تطلق اليها سريعة من ما انا شفناها الموضوعين اجزاء تتعلق تتعلقها بسعيد امران اجزاء اجزاء اخرى في ما تم بعدها في مرحلة ما بعد 65 بعد موسمى من احنا التالية لادة بالاخوان بعد سيد قبنا تم في غروقة ثم التطورات الاهم الادت مع المرشد وصفه مشهور قبل ما ترك مصر ستامل وده كانت تطاول النوعي لما تضافرت وجود وجودها سابقاً في سويسا وفي فرنسا مع سعيد الله ومع يوسف لادة مع وجود شخص قول للغاية اصبح مشهد بعد ذلك هو الاستاذ مصطفى مشهور وكان رجل محسوب اساماً كاملاً على ما يسمى بتنظيم العشرات او المرموعات 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 مع الاستاذ سيدنا عام 65 انه دائماً مع اخوات الولاء للطنازين او الولاء الجماعة فوق الولاء الواقع وانا وردت انه انت محتاج تكمل هذا العمل محتاج تكمله ازاي انه انه التنظيم الدولي من الاخوان لأ اه انا قصد انك بالشغل اللي عملته يعني اوصلت الى بعض البشور ولما تبقى دخلت الباب بس او تمكنت من الوصول الى بعض الضروط لا ده محتاج انك تكمل الفيلم ان شاء الله لكن الاهم كمان يعني انا ممن اعتقد يوماً ان اخوانا اليوم اختلفوا عن اخواننا ثم ثبت لي ان الاخوان هم الاخوان وانا ايضاً ممن اعتقد يوماً ان يوجد في اسلام السياسي طيار وسطي مستنير ومعتدد وكان عندي تجربة مع اصدقائي في حزب الوسط ان اكتشفت ايضاً خبر ذلك وان كل قوة اسلام السياسي في النهاية هتلاقيها عايبة لحظات الخطر فتتحول كده الى دعش جيل لحد انه اكاد بوزم انه كلهم في مركب واحدة لكن انت محتاج تاني خلم وفاقية انا شايفوا الخطر شباب الاخوان الجيل الجديد من الجماعة اللي ينفذوا بعض العمليات الدوحية الان لانه ده هو ما يتعلق بالواقع اللي بنعيشه شباب الجماعة ربما يكون متفاصلين حتى عن مقرص التنظيم الدولي للاخوان لكن هي القضية الاساسية اللي بنعيشها الان فانا وافق انك هتكمل التنظيم الدولي للاخوان ان اتنا ما دخلت الباب بس لا نحتاج منك بقى انك تقول ثلاث سنين تانين بتعمل تحييات استقصائية وكاميرات خطية وتسبيلات مع هذا وده